صار للموظفين والقطاع الخاص اتفاق مبدئي من الحكومة لرفع الأجور لهذا الحد عقدت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل لقاء مع رئيس الحكومة أخنوش نقشت فيه جملة من المطالب المتعلقة بالقدرة الشرائية للموظفين والأجراء وأكدت الأمانة العامة على ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين العام والخاص وذلك للحد من تأثير تدخم الهائل الذي تعرفه بلادنا على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين كما طلبت الأمانة العامة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 ذرهم ورفع من قيمة المعاشات تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع تكاريف الحياة من جهته أبدى رئيس الحكومة الموافقته المبدئية على الرفع من الأجور بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية مع التزام الحكومة بالوصول إلى اتفاق اجتماعي في أفق 25 أبريل المقبل